بس الحمد لله يعني خلينا نقول يعني فوز كان الحمد لله بهذا نظيف عالم الديامة ضمن طبع المنافسات الجولة الخمسة وكنا سعداء جدا مباركة نتجيدة خاصة زي بكتبوا لحضراتكم في الشوت التاني وخلينا نقول بقى الأهلي نجح من خلال الشوت التاني في فرد هنا انت فردت سيطرتك وفردت أسلوبك وحققت كمان يعني عدة فرص عايز أقول كمان عشان ما ننساش بصراحة ولما بيبعندنا لاعب بجد بيقدي بشكل رجولي لازم نطلع نتكلم مصطفى شبير كان أكتر من رائع يا كريم من اللعيبة اللي عجبتني جدا من اللعيبة اللي فعل المستوى بتطور وهو ده المهم أنا مش مهمة على فكرة عندي لاعب حتى لو صفقة جديدة احنا بنجيبها مادست على فكرة كان رائع أيضا فانت الفكرة كلها لانا باخد وقتي بس لما باخد وقتي بتقلق وهو ده اللي احنا عايزين مصطفى شبير مستقبل كبير جدا بإذن الله مع النادي الأهلي فالمباراة في المجمل كانت أعتقد رائع انت قدرت ان انت تحقق فوز قدرت ان انت تحقق الثلاث نقاط بتوعك والتاني هرجع أقول أجمل ما فيها صراحة الهدف الفوز لسجيل حسين الشحات كانت ديها تقريبا ثانية أربعين أو خمسين حاجة زي كده يعني الشغل كان محترم فهنرجع نقول تاني السعاداء مع كل الظروف اللي احنا مرنا بيها مع بالمناسبة يعني برضو الملاعب والدرجة الحرارة كل دي حاجات أعتقد برضو بتفرق بس هنرجع نقول تاني لا يمكن يكون عذر فيعني بس دي الأجواء حبينا نقول لحضراتكم عليها لكن في المجمل أكيد أكيد سعداء بالنتيجة مصطفى شبير كان في حالة إجماع من الكل الحقيقة على تقلقه المرحوظ في هذا اللقاء وتصديل أكتر من هدف محقق الحقيقة كلمة حقق لازم تتقالي مصطفى شبير عمل شغل رائع في هذا اللقاء كان فيه شوية رفايع بقى كده كتير من الأهلوية وقفوا عندها يعني فكرة الجول أنها واند بتحكي حضراتكم عنيه بتاع هزين الشحات فيه ناس شابت أن يا ترى الجول أحلى ولا الأسست اللي عمله ماضيست أحلى وفكرة أن الأسست جاي من ماضيست وماضيست حضراتكم عارفين كانت في حواليه علامات استفهام لفترات لكن الحقيقة في الفترة الأخيرة لأ تظهر تفاصيل بقى معدن هذا اللعب المختلف وسامة أبو علي ما شفناهش كتير في الماتش اللي فات اللي يعتبر أول مشاركة دي طبعا مع النادي الأهلي في هذا المحفل الإفريقي لكن نقدر نقول أن من شوية تاتشات بسيطة جدا لا نقدر بسهولة يعني نستنتج أن احنا بنتكلم على العيب متميز جدا ريدا ستيم إن شاء الله الفترة الجاي أكيد هيبقى له دور كبير جدا طبعا حسين الشحات كالعضب يتقلق بشكل عام ولا سيامة في أي محفل إفريقي حسين الشحات دايما في أي مباراة إفريقية بيبقى له يعني أولك تاني خالص وفي كتير جدا من الأحيان هو اللي بيحسم الأمور كما حدث في هذا اللقاء اللي بنتكلم حضراتكم عليه طبعا النادي الأهلي تقهل لدور ربع النهائي لبطول الدولي أبطال إفريقيا بعد الفوز الكبير طبعا اللي حققوا يانج أفريكانز طبعا على شباب بلوزداد الجزائري مبارح بربعية نظيفة أثارت دهشة الكثيرين الناس كتير قوي شافت إن كان فيه شبه انهيار لشباب بلوزداد بطبيعة الحال كانت النتيجة منطقية جدا اللي انتهت بها يعني أحداث هذا اللقاء بكده حجز النادي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني مكانهم في دور التمانية قبل انطلاق الجولة السادسة فيما ودع طبعا طريقي شباب بلوزداد ومديامة الغاني منافسات البطولة من دور المجموعات من المقرر إن شاء الله إن النادي الأهلي حيواجه يانج أفريكانز على استاذ القاهرة الدولي يوم الجمعة في مباراة طبعا لحسب صدارة هذه المجموعة اللي هي المجموعة الرابعة من دور المجموعات